وحسولا في الحرب كوازر السلام عليكم و اهلا بكم في هذه التقطية التي تتزامن واليوم السابع عشر للعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لا يقتصر التضامن اليمني مع الشعب الفلسطيني على المسيرات الجماهيرية التي لا تزال مستمرة في مختلف المحافظات فالقضية الفلسطينية حاضرة في الوجدان اليمني منذ بواكير الاحتلال الصيوني والنكبة الكبرى خرج اليمنيون بمئات الالاف في مختلف المحافظات جابوا شوارع المدن رددوا الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي ورفعوا اعلام فلسطين واليمن ورفعوا ايضا لافتات عليها صور الدمار والجرائم التي طالت النساء والاطفال في قطاع غزة ندد اليمنيون ايضا بمواقف الدول الغربية المتحيزة للكيان الصيوني ولجرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حول المظاهرات الشعبية المسمرة والتضامن اليمني الشعبي الواسع نستضيف في هذه الحلقة الشيخ عبد الحميد الضبياني القادي في المقاومة الشعبية مرحبا بك شيخ عبد الحميد معنا في هذه التغطية اهلا وسهلا وشكرا لكم على هذا اللقاء والذي يخدم فلسطين والقطية الفلسطينية اذا نسلح يا شهر عبد الحميد قبل ان نبدأ لقاشنا نشاهد مشاهدين الكرام هذا التقرير هادون بطوفان هادر هادون كأعصار تائر هادون زطوفا للمصرى وعزونا في الحرب كواجر هادون المسيرة التضامنية تكاد لا تتوقف في اليمن التي ترى في القضية الفلسطينية قضية مركزية لا يمكن التنازل عنها مهما طال امدها وتبدلت الاحوال على الصعيد الرسمي لا يذهب الموقف اليمني بعيدا عن سياقه العام في الدول العربية والاسلامية التي تضع الكيان الصهيوني في اطار العدو المشترك للجميع وهي مواقف رسمية قد لا ترقى الى مستوى الفعل الشعبي اذ عادة ما تكتفي دبلماسية التمديدات والادانات للعدو الصهيوني مع اعلان موقفها المتضامن مع فلسطين وشعبه المنكوب اما منظمات المجتمع المدني فهي تلعب دورا على صعيد التوثيق الحقوقي لجرائم العدوان الصهيوني لكن فعليتها الدولية وعدم تمكنها من تحريك الملفات على طاولة العدالة الدولية يظل قصورا واضحا وتؤكد المسيرات الشبه المستمرة في اليمن على حيوية القضية الفلسطينية التي لم يتخلف عنها اليمنيون وهم في وضع الحرب والقضايا المحلية المتعددة والشاغلة لبالهم على صعيد الكارثة الانسانية الاسوأ في العالم لكن هناك عدة مشتركات تجعل من اليمنيين الشعب الاكثر ادراكا من بين شعوب المنطقة لمخاطر الارهاب الصهيوني القائم على خرافات توراتية محرفة لا تختلف كثيرا عن ادبيات المشروع الشعبي وملازم حسين بدر الدين الحوثي وتقف المرأة اليمنية بكل ما يمكنها فعله من دعم مادي سخي للشعب الفلسطيني ففي مخيم نزوح واحد في مأرب على سبيل المثال قد يفوق دعم المرأة اليمنية للفلسطينيين ما تقدمه نساء دولة مانحة في الاقليم من مساهمات انسانية هي واجب مفروض على الجميع شكرا للزملاء الذين عدوا هذا التقرير ابدأ النقاش مع الشيخ عبد الحميد الشيخ عبد الحميد نتحدث اليوم حول التضامن الشعبي اليمني الواسع مع القضية الفلسطينية رأينا كيف خرجت مختلف محافظات الجمهورية تندد بجرائم الاحتلال الصهيوني تؤيد الشعب الفلسطيني في عملية طوفان الاقصى لاسترداد حقه وارضه نتحدث يعني ما الذي يمثله هذا الخروج الواسع في مختلف محافظات الجمهورية القضية الفلسطينية قضية اساسية في وجدان كل المسلمين والعرب اجمعين واليمنيين ربما لهم يعني خصوصية في هذا الامر انهم اكثر استجابة من غيرهم اكثر يعني حبا هكذا لا نزكي انفسنا لكنهم نشعر انهم اكثر حبا لفلسطين من غيرهم اليمن دولة فقيرة وجولات الصراع مع اليهود كانت اليمن تقف دائما منحازة بشكل كامل من كافة رسميا وشعبيا رسميا وشعبيا لا شك رسميا وشعبيا وكانت مدفوعة بعاطف جياشة لدرجة ان التبرعات اليمنيين تفوق تبرعات دول غنية هذا طبعا كانت من اللطائف وكانت من الاشياء هذا الشعب الفقير الشعب الذي لا يملك شيء يخرج تخرج منه اموال اكثر من دول غنية فنحن لا نزايد نحن فعلا القضية الفلسطينية قضية تجري في عروقنا قضية وجدانية بالنسبة لنا قضية وطنية نعتبرها قضية وطنية مثل ما نحمي بلادنا يجب ان نحمي فلسطين من المحتل فاليمنيون لا شك وهي ليست جديدة عليهم المرة هذا اليمنيون يعني اظهروا تضامنا هائلا في كل مراحل الصراع في فلسطين يعني من قبل المحتل الكائن اليهودي المحتل فاليمنيون اظهروا واليمنيون ايضا لم يبدو اي يعني ميول اي ميول نحو تطبيع او نحو كذا هذه وحتى اي حكومة في اليمن لا تتجر لا تتجر لان الشعب يقض وثائر وسيكون حتى لو فكرت اي حكومة في اليمن واليمن لا شك انها متماسكة حكومة وشعبا على مر الوقت هذا الذي عهدنا في اليمنيين نحن الان كبار وعشنا هذه المراحل كلها عشنا المراحل يعني مراحل الصراع مع اليهود يعني كانت تخفت احيانا وتكبر احيانا واليمنيون ثابتون حتى يعني ربما مثلا جمعية الاقصى في اليمن التي اعتدى عليها الحوثيون للأسف الشديد ونهبوا بممتلكاتها كانت من افضل من يقدم خدمات للشعب الفلسطيني نعم طيب طيب عملية طوفان الاقصى كيف بعثت روح الامل في اليمنيين يعني رأينا المظاهرات الشعبية في عدن في شبوة في تعز في مختلف المحافظات اليمنية مارب في صنعاء لا شك ان الفلسطينيين احيوا فينا يعني امال النصر هذا احيوا فينا لا شك يعني هم اهل البادرة وهم اهل الاقدام وهم الذين دخلوا عليهم الباب دخلوا على اليهود طبعا هم دخلوا ارضهم يعني حاولوا ان يستردوا حقهم وهذه العملية العظيمة التي هزت العالم ان تأتي امريكا واوروبا باساطيلها على فئة بسيطة في غزة هذا عمل غير مسبوق وعمل يعني هذا يدل على ان الوقع فيهم كان كبيرا واليمنيون لا شك يحيوا مع القضية الفلسطينية بالشكل دائم ويثوروا معها ويتحمسوا لها ويتنازلوا كل كل خلافاتهم لا شك ولا ريب احنا لاحظنا المسيرات في جميع محافظات اليمن بل وصلت الى بعض المديريات في الجمهورية اليمنية كل الجمهورية كل الناس والشاذ فينا قليل وقليل جدا يعني معظم الصحفيين معظم الكتاب بل كلهم كلهم اذا في شاذ واحد في الالف هذا لا يحسب ويكون غير موجود في اليمن اساسا يكون في حظ امريكا وفي كذا لاني الاسف انا رأيت كاتب يمني يعني اسائل الفلسطينيين واسائل القضية الفلسطينية وهذا واحد واليمنيون تناول تناول مقضع جدا حتى انه اعتقد تمنى انه لو لم يكتب الكلمات هذا ويعني مثل الذي يقول ليش يتورطوا الناس ليش تورطوا انفسكم وناس تحت الاحتلال والاحتلال يفعل فيهم الافاعيل يوميا طيلة خمسة وسبعين سنة ولذلك الاق خالد مشعل قال التاريخ لم يبدأ من سبعة اكتوبر يبدأ من ثمانية سبعة اكتوبر ثلاثة وعشرين التاريخ بدأ من الف وتسعمائة فمانية واربعين يوم جاء شذاذ الافاق من روسيا ومن بولندا ومن اوكرانيا ومن اوروبا ومن امريكا ومن امريكا ليحتلوا هذه الارض المباركة ارض العرب ارض فلسطين ارض المقدس هذا الخطأ بدأ من هنا ولذلك وجب علينا طبعا لما اليمنيون يعملوا مسيرات ومظاهرات وتبرعات هذه جزء يسير من واجبهم جزء يسير من واجبهم ليس منة على الفلسطينيين الفلسطينيين هم من يدفعوا عنا هم من يحموا كرامتنا هم من يتحد يتحد اشرس واعنف عدو في التاريخ ويدعمه يعني قوى الشر كلها ولذلك عملية طوفان الاقصى في سبعة اكتوبر غيرت مجرى التاريخ انت تتخيل ان يقوم الرئيس الامريكي مخاطبا الولايات المتحدة الامريكية والعالم بحماس منقطع النظير ويكاد ان ينفجر من الحماس ضد المقاومين ضد من يدافعوا عن ارضهم ضد من يحاولوا استرداد ارضهم ضد من احنا بالنسبة لنا هم يحرروا الاقصى انبعث الامل فينا لدرجة فعلا اننا موقنون والله موقنون بالنصر باذن الله نعم اذا اسمح لي شيخ عبد الحميد ونحن نتحدث عن المواقف الشعبية اليمنية المستمرة المتضامنة مع الشعب الفلسطيني نشرك معنا في النقاش القاضي الدكتور احمد عطية وزير الاوقاف السابق دكتور احمد مرحبا بك معنا في هذه التغطية نتحدث عن دلالات التوسع او توسع التضامن الشعبي الكبير مع الفلسطينيين من قبل اليمنيين في مختلف المحافظات أنا سعيد بالمشاركة على قناة سهيل في هذه التغطية الخاصة باجتياق غزة حقيقة نحن في اليمن تربطنا بالقضية الفلسطينية روابط قوية جدا كبقية الشعوب لكن ربما اليمنيون اليمنيين اكثر فاليمنيين رحبوا في يوم ما بكثير من الفلسطينيين فتحت جمعيات فتحت مؤسسات واستمرت تجود بالعطاء لأهل فلسطين عشرات السنين إلى أن جاء هذا الانقلاب المشهوم وغلقها وسيطر عليها واليمنيون كانت تجمع الملايين من التبرعات رغم أنه شعب يمر بضرف اقتصادي صعب يقدم من العطايا والهبات والأموال من قوته الضروري للشعب الفلسطيني دون من ولا أذاء وهذا يؤكد على أن اليمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي المدد وهي السند وهذه القضية هي قضية محورية ومركزية ليست قضية هامشية وطارئة وبالتالي لا غرابة أن الموقف الرسمي للجمهورية اليمني الثابت منذ قيام الثورة 62 في الشمال و63 في الجنوب إلى هذه اللحظة لم يتزعزع قيد أنملة في الدفاع عن قضية القدس والأقصى والوقوف مع الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر بها على مدار 75 عام وهذه الوقفة التي لم تتغير في الجانب الرسمي رغم تعاقب الحكومات والرؤساء والأنظمة في اليمن إلا أنها تؤكد أن قضية فلسطين ليست لدى الساسة اليمنين مكانا للمحاصصات الدولية أو المقايضات الدولية التي ربما يقوم بها البعض في فترات متفاوتة من الزمن اليمنيون ربما الذي ينظر للتاريخ في بداية الحرب في 48 ذهب كثير من اليمنين واستشهد على أرض الأقصى أرض الرباط وما زالت أسماءهم وآثارهم إلى هذه اللحظة وهذا يؤكد بجلاء على حب اليمنين للقدس والأقصى وحبهم لفلسطين وتعاطفهم الكبير مع هذه القضية ونحن لا نربط قضية فلسطين بفصيل أو بتيار بل نحن نؤيد القضية برمتها وندعم كل حركات المقاومة دون استثناء التي تواجه هذا الصلف الصهيوني الغاشم على الأرض المحتلة نعم ما الذي أكد عليه اليمنيون من خلال هذا التضامن الواسع من رسائل التي يعني بعثها ويبعثها اليمنيون للمقاومين في فلسطين نعم في هذا الأسبوع ومنذ حصل الاجتياح والضرب الإجرامي الذي لم يسبق له مثيل على غزة من 7 أكتوبر إلى هذا اليوم والمسيرات والمظاهرات لم تنقطع في جميع محافظات اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وكان أهمها في هذا الأسبوع التي انطلقت في عدن وفي شبوة وفي مأرب وفي تعز وفي صنعاء تؤكد على أن هذه القضية حية وأنها لن تموت مهما بلغت تآمر على قضية القدس والأقصى إلا أنها ثابتة بالله عليك أين الضمير العالم اليوم أين هذه الموازين المزدوجة أين هذا الكيل بمكيالين ينظر إلى جرحانا كعرب ومسلمين غير جرحاء إسرائيل قتلانا غير قتلاء إسرائيل المدنيين حقنا غير مدني حق إسرائيل ما هذه النظرة العوراء التي تنظر بها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي حتى وصل بهم الحد أنهم رفضوا إصدار بيان عبر قمة القائرة التي دعت إليها جمهورية مصر العربية مشكورة على مواقفها الكبيرة والتي تليق بمصر ومكانتها وكانت من أقوى الكلمات التي قيلت في هذه القمة كلمة المملكة العربية السعودية وكلمة العراق وكلمة مصر وكلمة اليمن رفضوا إصدار بيان إدانة وعدم الإدانة لا يريدوا أن يحملوا إسرائيل هذه الفضايع وهذه الجرائم التي ستلاحقها جيلا بعد آخر هذه القضية معنا فيها وعود ربانية ووعود إلهية أنها لن تموت ولن تنتهي مهما بلغ التآمر عليها فإن هذه الطائفة والثلة التي لا تقهر ولا تفزم هي في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس نحن ثقتنا في الله عز وجل كبيرة ندعو الشعوب أن تظل حية وأن تظل منتبهة وداعمة لهذه القضية كما ندعو الحكام والقادة بأن يستفيدوا من هذا التأهيد الشعبي الكبير وأن يقودوا زمام المبادرة في التحول من الشجب والإدانة والاستنكار إلى أفعال توقف هذا العداء ومن يقف مع هذا العدو ويسانده بخطوات عملية جريئة للدفاع عن مقدسات العرب ومقدسات المسلمين وليس ذلك على الله بعزيز ونحن مؤملين في قادتنا وحكامنا أن الأيام القادمة ستوضح لنا بأنهم سيقفون موقف حيث تقف شعوبهم تماما أشكرك جزيل الشكر القاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف السابق وأعود إلى ضيفنا في الأستوديو الشيخ عبد الحميد الضبياني الشيخ عبد الحميد يعني هتف اليمنيون ضد جرائم الاحتلال الصهيوني هتفوا مؤيدين للقضية الفلسطينية ولحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم ندد اليمنيون بأولئك الذين يعني طبعوا مع إسرائيل أو مع الكيان الصهيوني المحتل نتحدث أنه هل وصلت رسالة اليمنيين ورسالة الشعوب المتضامنة التي خرجت في مختلف أنحاء العالم ومنها اليمنيون هنا يعني هل وصلت لأولئك لكل من طبعوا مع إسرائيل أو لكل من يعتزمون إبرام اتفاقيات في إطار التطبيع مع المشروع الصهيوني طبعا الفلسطينيين يحتاجوا بنا حتى الكلمة الكلمة يحتاجوها منا وناس يحرقون وناس يتلقوا آلاف الأطنان من القنابل قنابل الفصل الأبيض المحرمة دوليا المحرمة دوليا وناس يتلقوا جميع الإجرام العالمي الإجرام ليس الصهيوني فحسب بل الإجرام العالمي إحنا بالرغم أن تراجعت أوروبا عن حملتها الوقحة ضد الفلسطينيين إلى حد ما لكن هؤلاء يحتاجون مننا الكلمة يحتاجون مننا الدعم يحتاجون مننا المسيرة وهكذا طبيعة البشر أنا لما أكون في معركة شخص يناصرني بالكلمة هذا يدعمني يدعمني دعم غير عادي المسلمون لا يستطيعون الوصول إلى فلسطين وهم أبطال قادرون على أن يقفوا موقف المسلمين أجمعين لكنهم بالمقابل يحتاجون إلى إلى كل الدعم الدعم المعنوي الدعم الإعلامي الدعم وهذا الذي تعمل قناة السهيل هذا العمل العظيم أن تعمل حلقات لمناصرة فلسطين هذا من العمل الذي يرفع معنويات إخواننا المجاهدين هناك يرفع معنوياتهم بشكل كبير وهم مصرون ومستبسلون إحنا بحاجة فعلا إلى أن حتى الاستمرار الاستمرار حتى النصر حتى نهاية المعركة يجب أن نخرج أن نتكلم أن نكتب أن نخرج المسيرات أن نخرج الأطفال الأطفال لهم دور كبير جدا في شحذ الهمم في شحذ الهمم أنا شفت أطفال لما كانت المسيرة النسائية كانت ملفتة جدا يعني شيء في غاية الجمال حتى في طفلة هي يعني من بيتنا كانت لما يقولوا بنروح بالدم نفديك يا أقصى هي متعودة طفل عمرها عمرها ثلاث سنة ما تقول بنروح بالدم نفديك يا يمن فكان عمتها تقول لها نفديك يا أقصى يعني الناس متحمسون لكن أنا دمي فلسطيني تصور الأطفال الآن يتحولوا إلى 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 كتل عظيمة جدا أنا دمي فلسطين فيها بعث الروح بعث الروح للأمة وبالمقابل القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية والإستانية هذا قضية لا يجوز ولذلك إحنا نعمل رسالة رسائل للمطبعين إحنا نشوف الأنظمة بالطبع لكن الشعوب يعني ترفض التطبيع يعني الشعب المصري الكيان الصهيوني يدرك ذلك أنه الشعوب يعني هو أراد أن يكون التطبيع مع الشعوب حتى يكون التطبيع ذات أثير لكن حتى وإن طبعت بعض الأنظمة إلا أن الشعوب كلها ترفض التطبيع البتة تماما يعني رأينا قبل شهر أو شهرين سائح أو سائحين من الكيان الصهيوني الإسرائيليين في إلسكندرية في شمال مصر ومعهما مترجم مصري المترجم مع السائحين وهذا يبدل بغض النظر عن هذه الجريمة قد تكون يعني جريمة قتلهم جريمة بهذه الطريقة لكن هو يأتي في إطار أنه لا تطبيع أن الشعوب ترفض التطبيع هذه أيضا المظاهرات الموجودة الآن الأزهر الأزهر أصدر بيان قال كل المحتلين ليسوا مدنيين هذا محتل جاء إلى أرضي واستحل بيتي وزرع في مزرعتي ومشافي شارعي فكيف أسميه حتى مدني ما يمكن أسميه مدني هو محتل محتل وهذا الكيان بكامله ليس فيه مواطنين مدنيين مسالمين كلهم محتلين يحملوا السلاح ولذلك الفلسطينيين بالرغم أنهم تجنبوا المدنيين في عملية طوفان مع الدعاوي الباطلة التي كذبها العالم كلها أنهم ذبحوا الأطفال وكانت بايدن أول من بادر بها ونتنياهو لكنهم فشلوا وأصبحوا كذابين في نظر العالم كله المطبعين المطبعين الآن في زاوية ضيقة أنا أقول كل المطبعين أفشلت عملية طوفان أقصى يعني التطبيع وما يتعلق بالتطبيع اسمحني سأعود إليك شيخ عبد الحميد ولكن بعد أن نذهب مشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل أهلا بكم مشاهدين الكرام ما زلنا معكم في هذه التقطية التي تتزامن واليوم السابع عشر للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على قطاع غزة نناقش في هذه الحلقة سمرار التضاورات الشعبية اليمنية المنددة بجرائم الاحتلال والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني وضيف حلقتنا الشيخ عبد الحميد الضبياني القيادة في المقاومة الشعبية الشيخ عبد الحميد نتحدث عن تأثير هذا التضامن الشعبي اليمني الواسع والتضامن الشعبي الواسع أيضا عربيا على الاحتلال الصيوني هل يعير لذلك اهتماما اليوم ما يسمى بين هلالين إسرائيل تحاول أن ترسم صورة جيدة عن أنها دولة وعن أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ولكن من خلال جرائمها في قطاع غزة وهذه الانتهاكات المستمرة وخروج الشعوب ليس الشعوب العربية في حس بل وأحرار العالم وأحرار الإنسانية ضد ما يسمى إسرائيل لقد أبانت عن سوءة هذا المحتل تحدث عن التأثيرات لهذا التضامن الشعبي الواسع هل تعير له أو يعير له الاحتلال الصيوني اهتماما التضامن الشعبي في العالم الإسلامي اليمن بشكل خاص هذا يعطي رسائل يعطي رسائل المتوامنين حتى مع العدو الصيوني يعطي رسائل واضحة جدا أنكم الآن تقاتلون شعوب أربعمائة وثمانين مليون عربي مليار ويمكن قريب من المليارين مسلم أين أنتم ذاهبون هذا التضامن ليس هينا التضامن أولا يعطي رسائل لإخوتنا الفلسطينيين المدافعين عن عرضهم وأرضهم يعطي رسالة تضامنية قوية جدا يعطي رسالة العدو الصيوني أنك عدو منبوذ محتل أنت في يوم من أي يام ستخرج مهما عملت معك مفاعل ديمونة النووي معك صواريخ نووية معك أمريكا معك بريطانيا معك فرنسا معك ألمانيا والله أنك ستخرج هذا تعطي رسائل واضحة جدا للعدو رسائل أيضا للأوروبيين أدعياء حقوق الإنسان أدعياء حقوق الإنسان أدعياء الديمقراطية أدعياء استرداد الأرض الفلسطيني القوانين الدولية تبيح له القتال لاسترداد أرضه القتال بجميع أشكاله لاسترداد أرضه والآن تقف في وجهه لكي لا يتحرر أنا أقول الشعوب يجب أن تتحرك وبشكل مستمر بل تجعل كل يوم وقفه وكل ساعة تضامن ونتحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنت تلاحظ وسائل التواصل الاجتماعي كيف جن جنون فيسبوك يعني مارك هذا صاحب وكل واحد يقول وقيد الحسابات دليل على التأثير لو لم يكن لها تأثير ما عملوا هذا الجنون ومع هذا الناس لا يقفون الناس لا يسكتون الناس يعني عندهم إصرار عجيب جدا وكأن كأن هذا طوفان الأقصى طبعا أنت أكيد تذكر كل العمليات السابقة كان يقتل من اليهود اثنين ثلاثة وكذا ويقع أسير اثنين الآن إحنا على ألف وخمسمائة قتيل صهيوني وعلى حول ثلاثمائة أسير وجلهم من الضباط حماس اكتشفت خطاط واكتشفت مؤامرات وكشفت عن أشياء وكشف القناع حتى أعداء مخباين الطوفان الأقصى هذا إذا لم يبعث فينا الروح نحن ويجعلنا نتضامن بالشكل مستمر نريد أن تخرج المدارس تخرج المعاهد تخرج الكليات يخرج العمال من مصانعهم يخرج الناس جميعا وليكن لنا كل يوم وقفة ويوم الجمعة يجب أن يكون في زخم نريد في مأرب ونحن قادري والله نحن قادري على أن نعمل مظاهرات أكبر مظاهرات ربما في العالم العربي في مأرب فقط لأن الذي في مأرب كلهم مقاومين وكلهم أحرار وكلهم يريدوا العزة لوطنهم والعزة لفلسطين القضية جد مهمة وتحتاج فعلا إلى شحذ الهمم والتعاون في هذا الأمر والله أنها ربما تساوي المدفع وتساوي الطائرة وتساوي كذا لما يخرج المسلمون برمتهم لينصروا قضيتهم قضية فلسطين الأولى نعم نتحدث عن كيفية الاسمرار طبيعة الدعم الذي يعني يفترض بنا كيمنيين كشعب يمني أن نقدمه للمقاومة الفلسطينية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض يعني لقصف مستمر ممنهج حرب إبادة جماعية يعني يريدون أن يهجره من أرضه ومع ذلك هو صامد ومستبسل كيف لنا أن نقف معهم نتحدث بكل ما يعني بمقدوننا كشعب كيمنيين والله أشوف الخير في أن تعطي من قل إذا أعطيت من قل طرح الله فيه البركة وكان مردوده عظيما أنا أنصح أبناء الشعب اليمني كافة أن يبذلوا من أموالهم ويبذلوا من أوقاتهم ويبذلوا من أصواتهم ويبذلوا من أقلامهم والدعم المادي ضروري جدا ضروري أمة تباد شعب يباد شعب لا يستطيع أن يحسن على يعني قطرة الماء يعني أتفرج عليه أيش يعني أكون يعني أعوذ بالله كالبهيمة إذا لم أتحول إلى إلى كتلة بشرية هائلة تدعم بالمال وأنا أنصح أيضا الآن يعني بعض أئمة المساجد في الجمعة الماضية رفعوا هذا الأمر وقالوا أتبرعوا لكن نخرج لا نجد لا نجد من يستقبل التبرعات بشكل مرتب أو كذا يجيبوا واحد جاهل طفل لا إحنا نريد أن يكون فيه جدية جدية في البذل جدية في الأخذ جدية في الجمع جدية في الإعلان الإعلان أن اليمنيين جمعوا هذا المبلغ العظيم لإخوانهم الدعم دعم الآن وسائل التواصل الاجتماعي هذا إحنا أوقفنا أوقفنا هيجان الغرب وأخرصنا ألسنتهم ببعض كتامنا أو بعض صحفينا أو بعض كذا لما فعلا تحركوا في هذا الأمر أوقفنا طوفان الإجرام وأنقذنا طوفان الأقصى لأنه واجه حملة أوروبية أمريكية حتى الشرق حتى الشرق الذي نتوقع أنه ينصرنا روسيا والصين للأسف ساكتين سكوت الأموات كانت لهم مواقف وإن كانت لم ترقى على الشكل المطلوب لاست كما ينبغي ولذلك إحنا بحاجة الإنسانية كلها إحنا بحاجة المواطن الأمريكي أن يقف معنا لأن المواطن الأمريكي غرر عليه المواطن الأمريكي كذب عليه المواطن البريطاني المواطن الفرنسي كذب عليهم نعم هناك تقارير تشري إلى أن أكثر من 50% من الشباب الأمريكي لم يثقوا بسياسات الولايات المتحدة فيما يتعلق بما يسمى إسرائيل لا شك وهذا ظهرت فعلا أصبح أعظام من المجلس النواب الأمريكي في حدود المئة يتضامنوا مع الفلسطينيين هذا رقم جد مرتفع وسيتحول فعلا ستتحول اليهود الأمريكان في يهود 35% من اليهود الأمريكان الآن يتخلوا عن اليهود الإسرائيليين الصهاينة ويقفوا مع الشعب الفلسطيني والذي دخلوا المبنى الكابيتول معظمهم من اليهود الأمريكيين القصة عجيبة جدا وفي تحول تحول هائل جدا في قضية الميزان ولعل الله سبحانه وتعالى يعني قد وصلنا إلى المرحلة اللي هي مرحلة نهاية اليهود إن شاء الله بإذن الله طيب إذن اسمح لي نشرك معنا في النقاش الدكتورة لمية الكندي الكاتبة والباحثة دكتورة لمية منظمات المجتمع المدني تابعنا بيانات مستنكرة لجرائم الاحتلال ومؤيدة للشعب الفلسطيني ولعملية طوفان الأقصى نتحدث عن بيان نقابة المعالين وبيانات عدة لمنظمات مجتمع المدني مختلفة نتحدث أيضا عن دور هذه المنظمات في تحشيد أكثر في مختلف فئات الشعب اليمني لدعم الشعب الفلسطيني كيف ذلك برأيك؟ حقيقة أن المتابع لما يحدث في غزة يجد أننا أمام مشروع إسرائيلي أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وهذا ما يؤكده من محاولة زعماء الغرب فرض واقع جديد بالقوة المسنودة بدعم سياسي غربي غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي يدرك الفلسطينيين اليوم أن ما يحاكى ضدهم أكبر من معركة عسكرية قد يعقبها نصر أو هزيمة إنها معركة الغرب وأمريكا لتوسيع قاعدة الهيمنة الصهيونية وخلق بيئة آمنة على حساب حق الحياة والبقاء للشعب الفلسطيني ولأن الحرب اليوم هي حرب وجود يرفض الفلسطينيين محاولة تهجيرهم وتوطينهم في سيناء المصرية لتكون وطنا بديلا لهم وهو ما أدركته مصر والأردن ومعها جميع الدول العربية الرافضة للتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم إن مسألة أن المسألة أكبر من محاولة القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس وأن هذه المعركة تحمل معالم شرق أوسط جديد لا تقف عند حدود القضية الفلسطينية وهذا ما يؤكده الموقف العربي الذي بات يؤكد على ضرورة حل الصراع وفق الدولتين باعتبارها الضمان الوحيد للسلام وهو ما يتساطم حاليا مع تطلعات الأمريكية التي تنتظر أن تجني ثمار هذه الحرب لصالحها وجميعنا يعرف رغم مأساوية ما تتعرض له غزة من جرائم أن الفلسطينيين اليوم أكثر قدرة واستعدادا على القضاء على المشروع الصحيوني الأمريكي وهذا الأمر يتطلب من الدول العربية بقيادة مصر والأردن والمملكة العربية السعودية أن تبذل المزيد من الجهود لإسناد الشعب الفلسطيني حفاظا على أمنهم الخاص وأمنهم الداخلي فالقضية الفلسطينية اليوم إذا ما استمر الخذان العربي تحمل في طياتها ما يمكن أن يجهض من سيادة القرار العربي على الشأن الداخلي لهذه الدول لذا لا بد من تشكيل حائط سطل عربي ساند القضية الفلسطينية لأجل ضمان الأمن الداخلي للدول العربية ككل نعم خرجت المرأة اليمنية يعني هنا على سبيل المثال هنا في محافظة مانب خرجت تظاهرة نسائية منددة بجرائم لاحتلال مؤيدة للشعب الفلسطيني يعني ما الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة لدعم ومساندة القضية الفلسطينية تتشارك اليوم منظمات المجتمع المدني في محاولة إيصال صوتها الرافض للجهود الصهنونية لحق الشعب الفلسطيني وإدانة ما يتعرض الفلسطينيون في غزة من قتل في ظل تكالب دولي غربي عليهم عبر تسيير العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي جابت المدن اليمنية المحررة في مأرب وتعز والمكلة وغيرها وآخرها البيانة الساطر عن نقابة المعلمين اليمنيين الذي أعلن تضام المعلمية اليمن مع إخوانهم في غزة وأدان حالة الصمت والدعم الغربي لآلة القتلة الصهيونية وقبلها في مأرب وتعز كانت الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها نقابة المحاميين اليمنيين وأدانت من خلالها العدوان الإسرائيلي ومساندتها للقضية الفلسطينية وجددت مطالبها بضرورة لتفعيل القرار العربية الداعم للقضية الفلسطينية ومع ذلك ما زلنا نأمل المزيد من الدعم والمشاركة الشعبية المساندان للقضية الفلسطينية والضغط الشعبي على سانع القرار العربي لإحداث تحول في هيكلية هذا الصراع شكرا جزيلا للدكتورة لمية الكندية الكاتبة والباحثة وأعود إلى ضيفنا في الأستوديو الشيخ عبد الحميد الضبياني الشيخ عبد الحميد يعني الآن رسائل الشعوب الممكنة للرد على جرائم الاحتلال وغطرسته بحق الشعب الفلسطيني الاستمرار في ذلك طبعا الشعوب سواء الشعب العربي من المحيط إلى الخليج كله واقف على هرج لمناصرة القضية سواء هناك دول لم تخل فيها مظاهرات لكننا نعلم ونتيقن أنهم يغلون من داخلهم ومع إخوانهم الفلسطينيين ويشعروا حتى الفلسطينيين بذلك بقية الشعوب يعني العربية خرجت فعلا خرجت بشكل كثيف جدا وتعطي رسائل أننا أهل حق وماضون في استرداده هذا يعني هي الرسالة الكبرى نحن أهل حق في أرض فلسطين وجغرافية فلسطين والمسجد الأقصى ونحن ماضون الاسترداده وأنتم فئة طارئة كيان الغاصب كيان المحتل أتيتم من عرقيات مختلفة ومن بلدان مختلفة وسيعودون إليها وسيعودون نعم بالمناسبة شهدنا يعني الألاف من الإسرائيليين أو من الصهاينة في مطار بن جوريون أكبر مطارات الإسرائيل وهم يحزمون أمتعتهم هذا ما تحدث عنه صحف إسرائيلية تحدث عن هارتس أبرز صحف الإسرائيلية صحفة أي دعوت أحرود أن كثيرا من الإسرائيليين بدأوا يحزمون أمتعتهم لم يعودوا يثقوا بالجيش الإسرائيلي بالاستخبارات الإسرائيلية لم تعود هناك ما يسمى أمن قومي إسرائيلي بعد عملية توفار الأقصى ولذلك رأينا عبر وسائل الإعلام مختلفة كيف بدأوا يحزمون أمتعتهم في العودة كما أشرت إلى بولندا أوكرانيا وعدد من الدول التي جاءوا منها طبعا فيه قضية عجيبة الآن الفلسطينيين داخل فلسطين أكثر من اليهود وهذا المعادلة الديمغرافية معادلة عجيبة جدا العرب أيضا كانوا في 48 كانوا قليل كم كان سكان اليمن سمعت اليوم قال كان سكان العراق أربعة مليون في 1962 الآن سكان العراق تجاوزوا 40 مليون اليهود هم أولك الأربعة هم الأربعة وصلوا إلى ثمانية يعني ربما بتزوير لا يحاربون إلى بسند من الغرب القبيح للأسف الشديد للأسف الذي أدعيها حقوق الإنسان وأدعيها الحرية وأدعيها الكرامة وأدعيها الديمقراطية حتى لو قامت ديمقراطية حقيقية في أرض فلسطين سيحكم الفلسطينيون سيحكم الفلسطينيون واليهود لكنها دولة سموها الدولة اليهودية وزرعوها يعني البريطانيين جاء فترة من الفترات طرطوا كل اليهود من بريطانيا ألمانيا أحرقوهم ورموهم ورمو بلاد العرب بهم للأسف الشديد ليغرسوا خنجر في جبهة العالم العربي ليس في خاصرته بل في جبهته يعني فلكن العدو يزول وصاحب الأرض يعلو والرسائل التي نعطيها نحن أصحاب حق ماضون في استرداده مهما كان العمر كما نحن في اليمن أصحاب حق في استرداد دولتنا من الميليشيات ماضون في أخذف وسنأخذه بعز عزيز أو بذل ذلك نعم طيب رسالة اليمنين من خلال التظاهرات الواسعة يعني التي أيضا طالبت بمواقف أكثر من قادة الدول العربية وعيضا من قيادة اليمنية طبعا الحكام يجب أن يشعروا بالخجر يجب أن يشعروا بالخجر حكام العرب جميعا لأنهم مواقفهم لم ترتقي إلى مستوى الحدث إلى مستوى الحدث وإلى مستوى شعوبهم يا أخي أنت من شعب والشعب يريد كذا لم ترتقي تتخيل الشعب المصري والله كام بديفد لها أكثر من أربعين سنة ويخرجوا بهذا الحماس منقطع النظير وأنت ذكرت حماس المواطن العادي هذا اللي لما شاف سياح إسرائيلي قال شديدك بلادي وارضي الشعوب حشرت الحكام الآن الحكام فعلا يشعروا بالخجل ماذا يقول ماذا يقول الحاكم المستكين هو طبعا هو يريد شوف هم عرب وهم مسلمين وعندهم إحساس مثل إحساسنا لكن أمليت عليهم إملاءات اضطرتهم إنها يعني إذا أردت أن تكون كذا فلتكون كذا فهذه اضطروا لها ولو اعتمدوا على شعوبهم ونصرة شعوبهم واختيار شعوبهم سيكوننا أقوى أقوى أيش أقوى دولة صغيرة ربما سكانها لا يتجازع مليون إذا الشعب متماسك مع حكومته لا تستطيع لها الولايات المتحدة الأمريكية إذا الشعب متماسك معه ولذلك الفلسطينيين كم عددهم في غزة كم عدد المقاتلين هو اللي بيكتلوا الآن مدنيين كم عددهم يعني القتال ربما لا يحتاج إلى 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 عدد كبير يحتاج إلى نفوس يحتاج إلى يعني شجاعة وإقدام يحتاج إلى هم عاليه نعم طيب نختم شيخ عبد الحميد رسالتك لليمنيين للإستمرار في هذا الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال أنا والله أدعو الشعب اليمني كافة وأعرف أصالة الشعب اليمني وعمق يعني تدينه وعمق حبه لوطنه لوطنه ليمني وطنه العربي كامل بل وطنه الإسلامي أعرف هذا اليمنيين عندهم شعور نحو البلدان الإسلامية يعني فضيع عندهم شعور يعني عظيم نحو بلدانهم العربية وبالذات فلسطين فلسطين مقدسة فلسطين أرض الإسراء فلسطين أرض المقدس فلسطين أرض الفرق الناجية أنا أريد أن نستمر سواء في المحن أو في غير المحن فلنبقى دائما خلف القضية الفلسطينية سواء حرب أو سلم فلنبقى دائما مشحوذي الهمة عالي الكلاح حتى يحقد الله سبحانه وتعالى النصر ويعود الحق إلى أهله نعم شكرا جزيلا في نهاية الحلقة الشيخ عبد الحميد الضبياني القيادي في المقاومة الشعبية شكرا لكم مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة التي تتزامن واليوم السابع عشر من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة نلتقيكم بإذن الله في تقطيع قادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة